قدر لثلاث نساء غربيات لعب أهم الأدوار في تاريخ العراق الحديثة على مدى المئة عام الماضية الأولى هي ميس بيل السكرتيرة الشرقية للسفارة البريطانية في العراق آنذاك والتي وصفت بكونها صانعة الملوكة والثانية هي إبريل جلاسبي السفيرة الأمريكية في عهد النظام العراقي السابق أما الثالثة فهي إلينا رومونسكي السفيرة الأمريكية الحالية وهي سيدة كبيرة في السن لكنها تمتاز بالحيوية والنشاط الدائم ومع اختلاف الأدوار بين النساء الثلاثة فإن وضع كل واحدة منهن في سياق الدور الذي لعبته في تاريخ هذا البلد يمكن أن يعطي صورة عن اختلاف الأحوال والمصائر مع اختلاف الظروف رومونسكي لها قصة مختلفة تماما عن سابقها من سفراء أمريكا هذه السيدة لا ينافسها في جولاتها وحضورها الدائم إلا الممثلة الأممية جينين بلاسخارتة التي لها حضور واسع المميز في تحركات رومونسكي هو لقاءاتها مع كبار المسؤولين العراقيين التي بدأت على نحو واضح بعد تشكيل قوى الإطار التنسيقي للحكومة الحالية التي يترأسها السوداني غير أن ما تقوم به رومونسكي وكان آخره قبل يومين حين شاركت عددا من كبار شيوخ العشائر في العراق مائدة إفطار رمضانية جعل ذاكرة العراقيين تعود إلى ميس بيلا بأدوارها المشابهة بلقاء المسؤولين وشيوخ القبائل والمجتمع المدني فضلا على التجول في الأسواق وبين الناس وهو ما لم يعمله السفراء الآخرون بما في ذلك السفير الإيراني الذي لديه نفوذ واسع بلا شك في مختلف الأوسط ترجمة نانسي قنقر